مرحبا اليوم بدي اعمل انا وياكن طريقة تحضير الرز واللحمة ببهار الكاري عنا كوب وربع رز غسلتن وصفيتن منيح كوب مرقة اللحمة صفيتن كمان هيدا الكوب اللي عيارت في الرز فلايفلي خضرة وحمرة مقطع بهايدا الشكل فطر كوب صغير ذات نباتي ملعة طعام ملاح ملعتين صغير مليانين بهار الكاري بصل صغير مقطع بهيدا الشكل وكيلو لحمة مسلوق سابقا مقطع بهيدا الشكل ومسلوق قبل لنبلش الطريقة مع بعض باسم الله حط الزيت بالطنجرة كمان البصلة بقليهم مع بعض على الغاز بس اخدت البصلة هيدا لهم هلأ بقليل الفلايفلي معهم وكمان الفطر باقي بحضر جميلة بحضر جميلة بقليل الفلاة بحضر جميلة مقبولة بحضر جميلة يستعمل كوب ماء بحط بهر الكاري الملح بحركن مع بعض هلا بتركن لا يغلو بصر في ماء بهذا الشكل بالرز شفتو كيف هلا بغطي الطنجرة وبخفف الغاز على الأخير بعد حاولت ما ندقيق بتأكد من الرز انه استوى بسم الله بطف الغاز وبحطه نبويعات هذا طبق الرز باللحمة وبهر الكاري بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعد تعليق اذا عجبته الطريقة املاقوا ان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي باي باي